لافتات علقها مواطنون من قبيلة بني تميم على دوائر حكومية في المقدادية وبلد روز واعلنوا اغلاق تلك الدوائر احتجاجا على اختيار محافظ جديد مطالبين بعودة المحافظ السابق مثنى التميم الامر الذي عده مراقبون بانه ضربة للتعايش السلمي في المحافظة التي لا تعود لجهة او طائفة معينة هذا نجد ان محاولات كثيرة اليوم تحدث على مستوى التظاهرات والاحتجاجات في الحقيقة ليست في صالح المحافظة وليست في مصالح الناس في المحافظة باعتبار ان هذه ربما ستؤثر على السلم المجتمعي وايضا ستقلق مصاعب كبيرة لدى الحكومة الجديدة ونعتقد اليوم على ابناء المحافظة ان يساندوا الحكومة الجديدة بعد ولادة عسيرة لا بد ان يكون هناك تفاهما واضحا واستخدام واللجوء الى العقل والحكمة وتفضيل مصالح الناس ومصالح المحافظة على جميع المصالح الفيهوية والحجبية والشخصية مراقبون رأوا ان الاجدى بهذه الجموع تخرج للمطالبة بتحسين الخدمات لا لتغيير شخصية المحافظ او منصب ما ما كان يجري في الفترة الاخيرة من تجادبات ومناكفات سياسية وتدخلات عشائرية في تشكيل حكومة ديالة فالادارة القيادية او السياسية في ادارة محفل من محافل الدولة لا ترتبط بشخصية عشائرية او اجتماعية فهو الشخص ان كان شمري وان كان تميمي وان كان جبوري فهو يمثل كل ديالة كونه ينزل الى تطلعات ابن ديالة بصراحة اللي شفناه طبعا يوم امس بديالة يعني من ظاهرة جدا سلبية يعني بصراحة احنا كان امننا بهذه الجمهور اللي طلع البارحة اللي انتفاض انه ينتفض على الخدمات ما ينتفض لا على تغيير منصب محافظ المحافظ من كل ديالة شمري ولا تميمي ولا جميلي ولا من اي عشيرة كانت احنا نريد خدمات احنا موضوعنا الاساسي انه نريد التطور بديالة بصراحة احنا عانت ما عانت احنا نجي نكتب على الدوائر انه مغلقة باسم الشعب هاي ظاهرة جدا سلبية استقرار النسبي يعود الى المحافظة بعد احتجاجات واغلاق اثر تحديد هويات المتورطين من قبل شرطة ديالة التي تستمر بملاحقة المتحدين للقانون اشتركوا في القناة